اشتركوا في القناة ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس نجم الدورة الهولندية تراجع عن قراره بخصوص اللاعب مع المنتخب الوطنية لمح محمد إحتارين لعب آيكس مستردام لإمكانية لعبه للمنتخب المغربي وذلك بعد تألقه في مباراة راديف آيكس الممفيل وتسجيله لهاتريك وبدأ إحتارين في السعادة إمكانيته مع راديف آيكس بعدما غاب عن المبارية لفترة طويلة على إطر دخوله في أزمة نفسية بعد انتقاله للدور الإيطالي ومجاورته ليوفينتوس وسامدوريا ونشر إحتارين صورة له رفقة أحد زملائه عبر حسابه الشخص في الإنستغرام وكاتب عليها تهانين لك أخي مرفوقة بعالمي توركيا والمغرب يذكر أن إحتارين كان قد فضل اختيار اللعب للمنتخب الهولندي بدل المغرب بعدما قدم له مدرب الطواحين سابقا رونالد كومانا وعودا للتواجد في التشكيلة الأساسية للمنتخب الهولندي جامعة القجاع تفرح الجماهير المغربية بخصوص المنتخب المغربي تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتصالتها مع بعض الاتحادات الكروية وذلك لبرمجة مبارية دولية ودية مع المنتخب الوطني قبل منذي القطر 2022 واتفقت الجامعة في وقت سابق مع الاتحاد الأمريكي لبرمجة مباراة ودية بين المغرب وأمريكا شهر يونيو القادم ولزلت المفاوضة تقائمة مع اتحادات أخرى لبرمجة مبارية مع منتخباتها وتسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لبرمجة مبارتين إلى ثلاث مبارية اعدادية للمنتخب الوطني قبل الصفر إلى قطر للمشاركة في المونديال من أجل ضمان التحضير الجيد للعرس الكروية العالمية مسؤولون بالرجاء يتخذون قرارا جراء ردود فعل الجماهير عند الإقصاء من أبطال إفريقيا اتخذ عدد من مسؤول رجاء الرياضي قرارا تجنبا لردود فعل الجماهير المباشرة عقب الإقصاء من دور أبطال إفريقيا على يد الأهل المصري في دور ربعي نهائي المنافسة وحسب ما تمت معينتها فإن بعض مسؤول الرجاء غابوا عن مواجهة مولودية وجدة أمس الاثنين في البطولة الوطنية وذلك لتجنب التعرض لردة فعل جماهير الرجاء الغاضبة والمسأة من الإقصاء ورغم غياب المسؤولين وجهت جماهير الرجاء مجموعة من الرسائل للمكتب المديري محملة إياها المسؤولية الكاملة والمباشرة في الإقصاء ومغادرة دور الأبطال من دور ربع بالسبب السوء التدبير يذكر أن الرجاء تمكن من الانتصار على مولودية وجدة أمس الاثنين بهدفين دون رد على أرضية مركب رياضي محمد الخامس برسم الجولة الواحدة والعشرون من البطولة الوطنية الاحترافية عشرة ملايين والسيارة لكل لاعب من مازينبي لإقصاء نهضة بركان بعد تجوز مازينبي الكونغولي لدور ربع نهائي الكونفيدراليا لحسب بيراميدزا المصرية تحولت عيون الغربان الآن نحو نصف نهائية وباتوا يخططون للإطاحة بنهضة بركان من أجل بلوغ نهائية المسابقة المذكورة وإدراك منه لمخاطر ومصعوبة المهمة وعد الرئيس مويسكا تومبيا لاعبها بمنحة مغرية لإقصاء الفريق البرتقالية أكد التقارير إعلامي الكونغولي أن مويسكا تومبي رئيس النادي التيب مازينبيا رصد مكافآت كبيرة للاعبه للإطاحة بفريق نهضة بركان الذي أطاح بالمصر البرتقالية في دور ربع ويدرك مسؤول الفريق الكونغولي أن نهضة بركان عازم على الفوز بلقاب الكونفيدراليا للمرة الثانية في تاريخها بعد أن فقد كل حدوده في الدور الاحترافي هذا الموسم ما جعل رئيس فريق مازينبيا يرصد منحة كبيرة للاعبه وفق ما أكده موقع سبورت ايرديسيا أوضح الموقع المذكور أن مويسكا تومبيا وعد لعبه بصرف مكافأة تبلغ 10 ألف دولار بالإضافة إلى سيارة جديدة لكل واحد منهم حال التأهول لنهائي كأس الكونفيدراليا يذكر أن فريق تيب مازينبيا الكونغوليس يستقبل نهضة بركان في الثامن من شهر مايا المقبل على أن يواجهه إيابا يوم الخمس عشر من الشهر ذاتها على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان مدرب راجاء ردة فعل اللاعبين كانت جيدة أمام وجدة قال رشيد الطوصي مدرب راجاء البيضاوي إن الفوز الذي سجله فريقه على مولودية وجدة في الدورة المغربية كان مهما وجاء الفوز على وجدة بعد أيام من توديع الفريق البيضاوي دور أبطل أفريقيا من ربع نهائي على يد الأهل المصري وتبع في تصريحة لموقع كورا ردة اللاعبين كانت جيدة بعد أيام من إقصائنا من دور الأبطال انتظرت أن نقدم مباراة جيدة لأني أعرف أن اللاعبين كانوا يريدون إصعاد الجماهر العريضة وأكمل أن اللاعب فريقه كانوا بحاجة لهذا الفوز مضيفا أنه اعتمد على بعض اللاعبين الشباب الذين كان أداؤهم في رأيه جيدا وأتم انتقادات جمهور الرجاء استقبلناها بروح إيجابية دوره يبقى مهم بالنسبة لنا بدليل حضوره القوي ودعمه الذي لم يتوقف في المباراة وأشار حضورنا الدفاعي كان جيدا في المقابل علينا أن نشتغل أكثر على جانب النجاعة الهجومية أكثر حيث ضاعت منا عدة فرص بالمقابل قال هلال الطير مدرب مولودية وجدة إن فوز الرجاء كان مستحقا وأشار واجهنا خصما جيدا كما أن مهاجمها الشباب أزعجوا دفاعنا علما أنه أتيحت لنا بعض الفرص لم تستغل وختم مع الأسف فإن مولودية وجدة يدفع تمنى مشاكله المالية لكننا متفائلون بالمستقبل لكسب النقاط التي تخول لنا تفادي الهبوط للدرجة الثانية روجي ميلا صلاح لم يظهر بمستوى في الكانوى قد يكون لهذا السبب أكد روجي ميلا أسطورة كرة القدم الكاميرونية صعوبة المنفسة في كأس العلامة التي تنطلق في نومبر المقبل في قطر لافتا إلى أن منتخب بلاده قام بعمل رائع في التصفيات ويسعى لتقديم صورة طيبة وقال ميلا عبر قناة أونتايم سبورت المصرية المنتخبات الخمسة المتأهلة عن قارات إفريقية قوية للغاية وأتوقع تألقها في المونديال وتأهل عن قارات إفريقيا منتخبات السنينغال والكاميرون وغانا والمغرب والتونس وأضاف نجم الكاميرون الأسباق التصفيات انتهت وصعد الأصود بينما خرج منتخب الجزائر وهذه كرة القدم ويجب أن يتقبل الجميع الهزيمة مثل الفوز وتابع محمد صلاح نجم لفيربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر أفضل لاعب حاليا في قارة إفريقيا لكنه لم يقدم نفس مستوى مع لفيربول بكأس الأمم الأخيرة في الكاميرون رغم وصول الفراعين إلى النهائية وأتم لا أعلم سبب ذلك لكن ربما الصلاح يقدم مستوى أفضل في المباريات المقامة في مصر تحت أنظار جماهرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر